ما أجمل أن يعيش الإنسان حراً أبياً موفوراً الكرامة ما أجمل أن تتحول حياتنا من لا شيء إلى كل شيء ما أجمل أن نكون جميعاً شركاء في نهضة وتنمية هذا الوطن العظيم ما أجمل أن نفخر ببلدنا مع كل إنجاز جديد نفخر لأدنا جميعاً سبرنا وتعيبنا لغاية ما نشوفنا التغيير نفخر لأدنا كنا وما زلنا على قلب رجل واحد نتحدى التحدي نفسه أحياناً لأن الحقيقة المشوار كان صعب ولا عرقيل كانت كثير لكن هيهات محدش أبداً يقدر على شعب مصر العظيم عشان كده كانت رسائل رئيس مصر واضحة وصريحة لما قال خلال مؤتمر حياة كريمة تحديداً كده فخور بما حققه المصريون من إنجازات وانتصارات وإحنا كمصريين وطنيين وطبعاً مخلصين على الضرب مستمرين وعلى الإنجازات إن شاء الله محققين وبكل ما لدينا من قوة وصبر وصمود متحدين لبناء هذا الوطن العظيم كل هذا وفضل لي إن شاء الله